تمام أنا مدير مشروع برنامج رواد وعلماء مصر بس السنة دي برنامج رواد وعلماء مصر وبرنامج المنح الجامعية مع بعض بيقدموا 370 منحة برنامج رواد وعلماء مصر دي الدفعة التانية بالنسبة له وبنسبة لبرنامج المنح الجامعية دي الدفعة الخامسة والأخيرة بالنسبة له فمع بعض بال370 منحة وما يزيد عنهم بحاجة بسيطة يعني دوها أكبر عدد من المنح التي تم إطلاقها في هذه النوعية من البرامج المنح دي بتقدم للطلاب من خارجي سنوية عامة ومدارس التجريبي ومدارس ستام ولازم يكون الطالب طبعا مصري ويكون عنده نوع من أنواع الأعمال المجتمعية أو الأعمال التي يثبت فيها أنه قائد علشان يقدر يحصل على هذه المنحة ويكون الثلاث سنين بتوع قدهم في مدارس السنوي العام والتجريبي وستام وكمان مهمة قوي بالنسبة لنا أن احنا بنقدم المنح دي في 13 جامعة شريكة زي ما تفضلت حضرتك الجامعات دي حكومية وغير حكومية وهي يعني على الترتيب جامعة القاهرة وجامعة سكندرية جامعة عين شمس جامعة المنصورة جامعة أسيوت ومدينة زويل والعالمين جامعة الأهلية والجلالة وجامعة بدرب بالإضافة لجامعة الزئزيق والأكاديمية العربية وكمان جامعة حلوين الحقيقة إحنا ما بنقدم المنح دي بنقدمها بهدف أن إحنا ناخد الطلاب من جميع محافظات الجمهورية من السبع وعشرين محافظة الطلاب دولا بيكونوا الأكثر احتياجا لهذه المنح يعني ما بيكونوا شعندهم والأكثر تمييزا كمان والأكثر تمييزا بس هو التميز والاحتياج مع بعض لأن إحنا بنقدم من الحقيقة دي تقولي جامعة الكاهرة أنا محتاج من حفق أن أخش جامعة الكاهرة أنا بدخل الطلبة في الأقسام الكريدت أور أو ذات الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ذات المصروفات فتبقى أقسام مميزة جدا 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 وليها مصاريف إلى حد ما كبيرة شوية فإحنا بنقدم الدعم المالي للطلبة بالإضافة للدعم المالي زي ما كنت بقول لحضرتك إحنا بناخد الطلاب من السبع وعشرين محافظة على مستوى الجمهورية فبالتالي الطلاب دولا بيحتاجوا سكن وبرضو بنقدم مصروف شهري للطلبة وبنتكفل بجميع المواد الدراسية مثلا لو في كلية هندسة طبعا بيبقى مغطلوب مواد للدراسة أو معامل أو حاجات زي كده بنوفر كل ده فضلا عن ذلك كمان بنقدم لابتوب لأن ده دلوقتي بقى حاجة أساسية جدا عشان يقدروا يتعاملوا في البرامج دي ويبقوا مطلعين عن العالم ده خلال فترة دراسته يعني خلال فترة دراسته وبعد ما بينهي الدراسة بيحتفظ بيه وكمان بنقدم غير كده كمان الدعم الصحي بنقدم تأمين صحي متكامل بإشان لو لقدر الله حصل أي حاجة أثناء الدراسة نقدر إن إحنا نغطي الموضوع ده وسكن طبعا جميعي في الجامعات الشريكة لأن الطلبة جايما المحافظات إحنا الفرص دي بالتساوي ما بين الإناث والذكور ومن المهم كمان قوي أن إحنا بندمج الأشخاص زاوي الأعاقة بناخد من 10% إلى 15% من الطلبة من زاوي الأعاقة بالأعاقات المختلفة الموجودة فكل المجالات مفتوحة بناخد الطلاب من علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي وبنرعي دايما في التخصصات أن التخصص دي بيتم الاتفاق عليها مع وزارة التعليم العالي وهي الجهة الحكومية الشريك الأصيل في تنفيذ هذه المنح فممثلة للحكومة المصرية بيتم التوافق على المجالات الدراسية لتخدم رؤية مصر 2030 المجالات دي يعني ممكن أقولهم في عجلة لو حضرتك حبيب فبنقدم في مجال الطاقة مجال المياه مجال الزراعة مجال التصنيع والصناع ومجالات السياحة والأثار والثقافة فضلا عن اللوجستيات ودي حاجة طبعا مستحدثة ومهمة جدا والصحة العامة والتمريد وطبعا ننقدرش نتكلم على أي حاجة دلوقتي من غير منقول أن تغير المناخ والتكنولوجيا الرقمية قاسم مشترك في أي حاجة بنعملها عشان نواكب متطلبات العصر فيبقى الخريج بتاعنا أنا المخرج بتاعي في الآخر قوة عاملة أنا مش بخرج واحد من الجامعة أنا بخرج واحد جاهز أنه ينخرج في سوق العمل أو على الأصح بيطلع من المنحة دي مع فرصة العمل بتاعته